الحياة كانت زيارة المينيا وأعتقد حضراتكم كنتوا معانا وتابعتوها ما فيش مكان في مصر النهاردة إلا والدولة المصرية يد التطوير والتحسين بتمتد إليه النهاردة مشروع زي مشروع حياة كريمة الحمد لله يعني ينبقى موجود في كل القرى والمحافظات سواء النائية أو البعيدة اللي كان لم يمتد لها يد التطوير مشروعات الصحة بتحت المرحلة أولى النهاردة كانت بجانب زيارتي للمينيا كان فيه زيارة لمنطقة كرداسة وحضراتكم عارفين قد إيه هذه المنطقة كان الكسفات الفصول فيها بتصل إلى أكتر من 120 طالب في الفصل وكان فيها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا برضو النهاردة مع المنظومة الجديدة اللي موجودة متوسط الكسفات لا يتجاوز الخمسين كلها في الأربعينات وده كله نقلة كبيرة جدا مستمرين في عملية تطوير المنظومة التعليمية في خلال الفترة القادمة شيء آخر يمكن يعني برضو حابب أن أنا أقوله لحضراتكم كان فيه اجتماع مع سيد وزير التعليم العالي وكنا بنراجع أرقام الطفرة العظيمة اللي اتعملت في موضوع الجامعات النهاردة إحنا بقى عندنا 112 جامعة 112 جامعة بتعمل في مصر 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا الشيء اللي يفرح أن هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام مليون طالب في الجامعات المصرية مليون طالب قبل كده كان جزء كبير يعني مش هقول جزء كبير كان فيه جزء من دول لما ما بيجيتش مكان في مصر كان بيلجأ للسفر لبعض الدول الأخرى النهاردة الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا قدرة أن احنا نستوعد مليون طالب الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والأطباء حابب أن أقول لحضراتكم رقم مهم جدا من خمس سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لأن كنا اعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز التسعة تلاف طالب والنهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى جامعات الحكومية وجامعات الخاصة تسعة وعشرين ألف طالب في سنة واحدة يعني معنى كده أن بعد ما ينتهوا من الدراسة حيب عندنا تسعة وعشرين ألف دكتور بيتخرجوا في سنة واحدة شيء مهم جدا لأن احتياجات هذا القطاع سواء حتى في الخارج لما بيسافروا وبيشتغلوا برا ده جزء مهم جدا من قوة مصر النعمة لكن الأهم أنه بقى بيلبي إن شاء الله العدد ده بيلبي الاحتياجات من نقص الأطباء اللي احنا كنا بنعاني منها الأهم وده شيء مش عيد أنه النهاردة نشوف أنه أكتر من ستين في المية من العدد ده بقى بيدخل فيه الكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكليات التطبيقية والتكنولوجية ده شيء مهم جدا لأن يمكن كانت التركيبة قبل كده أنه أكتر من سبعين في المية كان بيروحوا للكليات النظرية فالنهاردة بقى العدد الأكبر رايح للإحتياجات اللي سوء العمل سواء في مصر أو في الخارج بيتطلبها وده تغيير نوعي مهم جدا في منظومة التعليم وفي منظومة التقدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا إن شاء الله في خلال الفترة القادمة